اشتركوا في القناة لشيء حي أفلا يؤمنون من ميزات الماء أنه إذا انخفضت درجة حرارته ووصلت إلى أربع درجات مئوية يزداد حجمه ويتمدد ويتضح ذلك عند وضع زجاجة أو قارورة بها ماء في الفريزر فنلاحظ أنه بعد التجمد يزداد حجمه وتنكسر القارورة أو الزجاجة وهذه الخاصية للماء تعتبر نعمة من نعم الله علينا فلو أن الماء تجمد وقل حجمه ستزداد كثافته وبالتالي لغاص في أعماق البحار ومع استمرار الوقت ستتجمد البحار من سطحها إلى أعماقها وإذا تجمدت إن عدمت تبخر وإذا عدمت تبخر إن عدمت الأمطار فتموت النباتات والحيوانات والإنسان فللماء خاصية مميزة عند درجة حرارة أربع درجات مئوية تجعل الحياة مستمرة على سطح الأرض فعندما يتجمد الماء يزداد حجمه فتقل كثافته وإذا قلت كثافته فإنه يطفو على سطح الماء ولكن في الأعماق تبقى المياه بالحالة السائلة بحيث تتوفر بيئة مناسبة لتبقى الكائنات الحية على قيد الحياة فسبحان الله على نعمه التي لا تحصى ولا تعد